السلام عليكم. مع كنز عظيم جدا من كنز السنة لعنة واكثر للناس. ما زلنا في الفضائل العظيمة لسيدة ايات القرآن ايات الكرسي. هذه السنة سنة عظيمة جدا جدا فوق ما تصوره اي عقل. ليت نشر هذا الفيديو في جميع مواقع التواصل الاجتماعي حتى يصل هذا السواب وحتى نحظى بهذا السواب العظيم. روى الامام الدايلامي في كتابه مسند الفردوس والامام حسن الخلال في كتابه هدية الاحياء الى الاموات. وكتاب والامام القرطبي في كتابه التذكرة باقوال الموتة. وايضا الامام الصفوري في كتابه نزهة المجالس ومنتخب النفائس. وغيرهم من حديث. الحديث له ثلاث طرق وده طبعا قوي جدا الحديث. في طريق عن سيدنا ابي تميم الداري في طريق عن سيدنا عني ابن ابي طالب. هناك طريق اخر عن سيدنا انس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول. ما من مؤمن ولا مؤمنة يقرأ آية الكرسي ويجعل ثوابها لأهل القبور إلا لم يبقى على وجه الارض قبر إلا أدخل الله فيه نورا. ووسع قبره. ووسع قبره من المشرق إلى المغرب واعطاه الله بكل ملك في السماوات عشر حسنات. وكتب الله وكتب للقارئ ثواب سبعين شهيدة. تقرأ آية الكرسي وتهب هذا الثواب لموتى المسلمين في قبورهم. لن يبقى قبر على وجه الارض إلا أدخل الله فيه نورا من قراءتك لهذه الآية. ووسع الله تعالى القبر من المشرق إلى المغرب بلد البصر. واعتقى الله سبحانه وتعالى بكل ملك في السماوات عشر حسنات. طب فيه كم ملك في السماوات. ده مش آلاف الميرارات ده مليارات الميرارات. وتاصل اللي منازل الشهداء يعطى للشهيد بس ده اللي واظب على السنة دي مش مرة واحدة. سبعين شهيد. طب اللي قاليكو في فيه سواب أعظم من كده. فيه إنسان عاقل يعرف هزا سواب بضائم. بس كنت قلت حضرتكو قبل كده السندة عظيمة جدا مرضو متبطة وباية الكرسي هتحاول بقى ندمج من السنتين. قتلتوا حضرتكو قبل كده. آآ آآ أن رسول علمنا كلمات نقولها آآ يصعد لنا حسنات في كل ساعة. سبعونة مليون حسنة. في حياتنا. وبعد ممتينا وإلى هو من القيامة. قتلتوا حضرتكو قبل كده إن من قال دبر كل صلاة قبل أن يقرأ آية الكرسي اللهم إني يقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض من كل شيء هو في علمك كائن أو من كان قد أقدم إليك أو من كان قد أقدم إليك بين يدي ذلك كله بعد أن تقرأ آية الكرسي ما من ساعة اللي يصعد لك فيها سبعون مليون حسن في حياتك وبعد مماتك وإلا أن تقوم الساعة يعني إذن العمل يستمر إذن إحنا نعمل كده هتعمل إيه هتعمل هتعمل السندة دي الأول لنفسك هتقول اللهم إني وقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض من كل شيء هو في علمك كائن أو من كان قد أقدم إليك بين يدي ذلك كله أو من كان قد أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية بعد أن تكرر دي أنت كده عملتها لنفسك بعد أن تكرر تاني تقول لنفس الكلام وتقرأ آية كرسي تاني والله بعد كده بقى أنا بقول أنا شخصيا بقول اللهم إني أهبوا ثواب هذه الآية دي مرة تانية لموتى المسلمين في قبورهم وما فيش معنى لو الأب والأم ميتين تقول وأبي وأمي تخصهم أيضا يعني دي صعب عظيم وده فيه بر والدين اللهم إني أهبوا ثواب هذه الآية لموتى المسلمين في قبورهم اللهم أجعلها لهم رحمة اللهم أجعلها لهم نورا نورا في قبورهم اللهم أجعلها لهم أمانا من عذاب القبر اللهم أجعلها لهم توسعة في قربهم اللهم أجعلها لهم رافعة في دراجاتهم في الجنة والله ده الدعاء ده أنا بقوله من يعني أنا باكتهادي أنا اللي عايز يقول أي دعاء يقول اللي مش عايز يقول دعاء خلص الحديث مفيش دعاء لكن أنا أقول هذا الدعاء تأكيدا لما جاء في الحديث من الصواب العظيم يعني حتى يعني يعني يكون السواب فعلا رايح لأموتى المسلمين وبقرأ بقرأ بقرأ الكلمات دي وبقرأ أي كرسي مرتين مرة نفسي وبعدين بعدما أرأ المرة نفسي اراها لكل المسلمين عملا بالحديث. وبعدني بقول الدعاة دوت حتى يصل هذا السواب العظيم الى كل الموتى المسلمين في قبورهم. تصور بقى اخي الفاضل ربنا سبحانه وتعالى يدخلوه في كل قبر من قبر المسلمين. ويوسع القبر من المشق الى المغرب. وتعطى بكل ملك في السماوات عشر حسنات. ايه الثواب العظيم ده. ويُعطى لقارئ الاية ثواب سبعين شهيدة. اذا اللي يوظم عليه السنة ان شاء الله يصل للفردوس الاعلى كلها ثواب الشهداء. اه شيء لا يتصور عقل. ثواب عظيم جدا لا يضعيه انسان العقل. فياريت تنشر هذا الكلام. لان من ينشر هذا الكلام له ثواب عظيم. ومن علم علما فانه اجر من عمل به اللي هو من القيامة. لان قذلك مجرم شيء. فنحكتب لكم الكلام ده. وحكتبكم الحديثين في الوصف. انساقوا هذا الكلام ونشر هذا عمين في ثواب عظيم. اقولوا قولي هذا. واستخفى الله لي ولكم.